اشتركوا في القناة من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للمملكتين وشعبيهم الشقيقين من جانبه عرب معالي رئيس مجلس المستشارين المغربي عن الفخر والاعتزاز بما تحقيقه المملكتان الشقيقتان من تطور وتقدم في شتى المجالات مؤكدا حرص المجلس على توسيع مجالات التعاون والتنسيق في المجال البرلماني هذا ووجه معالي رئيس مجلس المستشارين المغربي دعوة لمعالي رئيس مجلس الشورى لحضور اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي والمقرر عقده في المملكة المغربية في شهر مارس المقبل